السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حبيب قلبي على طول كده قبل ما ارحب بكم شايفين ده ايه ده عيش اللي هو رؤاء او عيش الساج او اين كان انا كنت عاملة شاورمة وده العيش وكده فبورهولكم لان في بعض من الناس قليلين جدا يعني بيقولولي انت بتكركيب الدنيا عشان تروائيها اقصادنا لأ ده يا جماعة ده شغل واكل عيشي وزم انتوا شايفين كده حبيت ان انا اوريكم العيش اللي انا لسه عاملها وكده وقلت بقى ايه عايز اخلص يعني اصور لكم الفيديو وانا بنظف بس ولكن قلت يعني ايه اقول لكم بعض الناس برد على بعض الناس هما مش كتير هما قلائل ولكن برضو عشان اي ان كان حد بيقول كلمة كده او كده يبقى برضو اسمنا برضو برد عليه طبعا وليكل الاحترام تمام تمام النهار ده حبيب نصر كتاكيت نصره هقول لكم بنتي جابتلي هدية غريبة جدا 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 بس طبعا ارحب بقى بكم عشان طبعا بشكركم جدا جدا على دعواتكم وكلامكم طيب ربنا يا رب يستركم في الدنيا والاخرى يا حبايب نصره تمام نهار ده الروتين بتاعنا روتين جامد 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 بجد يعني روتين مش قادر اقولكم ونهار ده هكلمكم والهدية اللي بنتي جايبها لي غريبة جدا جدا وبجد بجد يا جماعة اكيد انا عايزة رأيكم بجد لازم تقولولي رأيكم لان انا وهي اتخانقنا بسبب الهدية دي فرجاء رجاء رجاء ما عليشش الخطري انا بحب يعني وجهة نظركم ويعني تتفعلوا معايا وتفاهموني هل هي اللي غلط ولا انا اللي غلط ولا هي المفروض ما كانتش تجيب لي الهدية دي او يعني تمام امبارح الفيديو بتاع امبارح بتاع القطة رغم ان انا قبل كده نزلت اكتر من فيديو للقطة يعني كذا قطة يعني لان مش عارفة اليوتيوب افل التعليقات فربنا يستر وما يقفليش التعليقات على الفيديو ده بانا مش عارفة ايه الحكاية اه لا هي حقوق طبع ونشر ولا انا واخد فيديو من حد دي قطة كت عندي وانا اه منزلة يعني فانا انا مش عارفة فيه ستة محمد حبيبة قلبي بنتي حبيبتي العزيزة دخلتلي وقالتلي يا طنت التعليقات مقفولة ليه فربنا يستر وما يكونش فيه مشكلة في القناة تمام النهاردة الروتين بتاعنا هنعمل ايه هنعمل ايه هنلمي شوية معين كده على السريع نحصلهم مع بعض بعد كده هطلع عند الشفات هجيب السلم والحتة اللي فوق المطبخ اللي عند الشفات طبعا السقف بتاع المطبخ او جنابه من فوق بيضة وطبعا السراميك اللي انتو شايفينه ده اللي في الحوائط رصاسي فاتح تمام فالزيوت والكلام ده ما بوازن حتة دي نخليها صفرة فهرش البتاع اللي بيرشوه ده اللي بينضب شيل الدهون وهطلع على السلم انضفه وبعد كده همسك المطبخ الدورة في البيضة طب يا ناس انت عملة تقولي يعني وتعيدي طب يا جماعة في ناس بتتمي بروتين وتطلع تقولي انت بترغي بس ما نستفيدش منك بحاجة وبعد كده الدورة في البيضة دي همسكها أصبينها بصابون ولمون صابون ولمون ومية بافية وهشتفى بفوطة بخل بخل ومية دافية تمام طب ليه ناسرق طبعا اللمون بيشيل الزفرة لو في زفرة مثلا يعني وهو اضرف في بعض الدهون لان الشفات بعافية شوية بايز فهنضف كده التنظيفة دي وكمان لما بتنظفي بالخل بتضيف الخل على مية فيها صابون بتخلي المكان او الحاجة اللي انت بتنظفيها بازاي تمام وايه تاني اه وبعد كده همسك الارضية بقى حتى تكبتتك بالمية اللي فضلة بالخل واللمون والصابون وهمسك الارضية دعاكها بالسلكة يعني شغل بقى اه يعني من الاخر تمام انا هو الدقليكة هوت جبت البتاع اللي شايفين الحتة صفرة ازاي بعين واضح كده اه البتاع بتعلق معايا فهروش ازاي بقولوكو كده هقولوكو الموضوع والموضوع يعني غريب الشكل يعني انا مش قادر افهم شايفين الحتة تلبضة دي شايفينها صفرة ازاي جماعة واضح واضح طبعا الزقر ده الواحد بيتزنق فيه بكده بيبقى مش مالك بصراحة يعمله لانه دخل لجوه عشان الشفاط وكده طيب ايه بقى الهدية اللي امه ادم جابت هالي والهدية فيها قصة طويلة جدا 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 ايه هي الهدية الله ما صلي وسلم عليك سيدنا النبي طبعا حبايب نصرة قلب نصرة يريد تشيره الفيديو ويريد تعمله الفيديو لايك ويريد تشوفه شوية وانا ارجح انتوا شوفوا كمية كبيرة من الفيديو يا جماعة عشان تقولولي انا غلط ولا صح تمام والناس لو فيه ناس حبايب قلبي الامارات الشربطات لسه داخلين قناتي يشيركم في القناة ويشاهدوا جزء من الفيديو جزاكم الله كل خير والمهم الموضوع ام ادم يا جماعة جايبالي عريس ودي طبعا حاجة زعلتني جدا طب ليه يا نصرة حاجة زعلتك جدا اول حاجة انا ما طلبتش منها عريس تمام ما طلبتش منها انا ما قلت لاش ان انا عايزة تجوز تاني حاجة هي دايما متخيلة ان انا لو تجوزت او يعني كده فانا هرتاح من الشغل والشقة والتعب هي يعني هي عزة ساعدني يعني هي وجهة نظرها يا جماعة ساعدني طبعا جميل حلو جدا ان بنت تفكر في امها ان عزة ساعدها وتريحها طبعا ربنا ايجازيها كل خير ولكن العريس اللي هي جايبهولي اللي انا اصلا ما طلبتش منها عريس وقبل كده عملت معي برضو الموقف ده او يعني شبه العريس واحدة جارة ليها يعني مش في نفس البيت اللي هي سكنة فيه جارة جنبها كده يعني بتقابله مع بعض راح السوق راحوا بتاع اخدوا اخدوا وده مع بعض في الكلام قالت لها تقريبا خالي او عمي راجل يعني بصراحة ظروفه المادية كويسة جدا وطيب وهو هدية الراجل ده اللي هو قريب الست دي هدية يعني هي لو انا تجوزته فتعتبر انها هادت بنتي بالراجل ده تمام ولكن هو كل ما نشوف له عروسة والروح ونيجي بيترفض طب ليه بيترفض الراجل عمره كم سنة عمره خمسة وخمسين سنة تقريبا تمام ويعني ظروفه المادية ريئة وراجل ملتزم وبيصلي وكده هما طبعا بتقولك يعني احنا ناس متدينين وملتزمين ولما يعني هو عارف كده خالها او عمها ده ان هو يعني لازم يصرح اللي هيتجوزها دي بظروفه ايه هي ظروفه يا جماعة ظروفه كارثة من الكوارث ده من وجهة نظري لكن كل الناس في بيوتها اسرار وكل الناس عندها مشاكل والبيوت مدارية مشاكل كتير وربنا هو السطار سبحانه وتعالى ان الرجل ده كان متجوز واحدة تمام و جيه في يوم هو كان شغله فيه نباتش في حاجة مش طبعا مش هقول شغلانته ايه هو كان نباتش في حاجة و كان احيانا يعني يستدهي الامر ان هو يبات برا يوم بعد يوم او يوم في الاسبوع و كمان ساعات كان بيجيله مأموريات ان هو يسافر بلاد داخل مصر بس بعيدة ويبات يوم او اتنين اللي حصل يا جماعة ان الراجل ده جي في يوم طبعا ما كانتش مراته متوقعة لانه كان ايل لها يعني ان هو فيه شغلة هي اضطرين يقعد يومين ثلاثة هو في نفس اليوم او انا اسفة في التعبير يعني معها راجل في قط النوم تمام ما حسش بنفسه اللي هو مخلص عليهم مخلص على مراته وعلى الراجل اللي كان مع مراته من هنا الراجل طبعا مع الوقت ومع كلام ده فتع ليه حوالي اكتر من عشر سنين والراجل تعرض لازمة نفسية وفي نفس الوقت هو خلاص يعني هو فيه وقاءة جريمة ان ده يعني هو عمل كده دفاعا عن شرف وده ما اتحبست ولا جراله اي حاجة تمام ولكن هو قعد فترة طويلة كده عنده صدمة نفسية من اللي حصل وزا ما انتو شايفين يا جماعة انا جيت بعد كده طلعت هوت بنضف الجزء الابيض ده والشفاط عشان طبعا انا كنت رش عليه حاجة بتاعت الدهون والكلام ده فانا بنضفه مع حضرتكم تمام المهم فهي بتقول بنتي ده هدية يعني هي اصلا مش جايبهولي هي اصلا بتعرضه بتقولها ما عندكيش واحدة كذا كذا هو كبير فمش مشكلة الست تكون كبيرة صغيرة يعني تكون وسط تكون كذا يعني كمل معها وكذا فبنتي رشحتني انا تمام فتخيلوا ان ده يعني وجاية بقى بتكلمني وفرحانة جدا الراجل ظروفه كويسة وعنده شقة في مكان كويس وهو كل ما يروح يطلب واحدة فيحصل ده ويرفضوه طيب طبعا كل انسان بتقابله مشاكل ومصاعف في حياته بس اول اول هام يا جماعة انا قلتلها مليون الف مرة انا مش عايزة تجاوز انا ما قلتلكيش ان انا عايزة تجاوز تمام دي حاجة الحاجة التانية يا جماعة انا ما تخيلش ان انا متجاوزة واحد اتل يعني اين كان بقى خانته ضربته هزقته عملته مش قصتي حطت ان انت تعيش مع واحد هو مثلا ممكن يكون مجنى عليه انا مليش دعوة في ناس كدير تتقبل وتعيش وتبقى حياتها عادي لكن كل انسان بيبقى ليه قدرات وكل انسان بيبقى ليه وجهة نظر وكل انسان يعني يقدر بقى او ما يقدرش دي حاجة مش في ايدي انا تمام المرة برضو اللي قبل كده من فترة كان بس كانت هي وجزها جابولي برضو واحد الواحد ده المفروض انه هو يعني بسم الله ما شاء الله يعني غني وما غني الا الله راجل ده جماعة كان متجاوز مقالوليش بقى في المرة دي مقالوليش جابولي الراجل ده الراجل ده كان متجاوز واحدة يعني خرجها جامعة ما عرفش ايه ومستوى ايه ومدرك ايه وهو اختلف معها وسبها وكده ورشحوني انا ليه طب انتو بتحرجوني لواحد بالمواصفات دي واحد غني حتى في ناس في بعض التعليقات ده خلت وقيتلي انت يا خلتي ناصرة انت حلوة انت انا عارفة ان انتو بتحبوني وبتجملوني جزاكم الله كل خير بس يا جماعة كل انسان بيبقى ليه كراجل او ست بيبقى ليه ستايل معين في دماغ واحد بسم الله ما شاء الله مقتدر لو طلب بيت من الجامعة عندها 25 سنة هيتجوز هيجي تجوز واحدة زي انا ليه ليه انا واحدة ليه يحرجوني وحطوني في مواقف مش حلوة هو انا في الاول في الاخر انسانة مش انا مش جماد مش عشان مثلا انا شغالة شغلانة بسيطة زي حالاتي فلا انا برضو انسانة وليه احساس وليه رؤية وليه وجهة نظر وانا انا في قرارة نفسي من جوه نفسي انا ما بحسش ان انا بقل عن اي حد في اي حاجة صراحة يعني شغلي لا يعريني ولا سني يعريني ولا اي حاجة تعريني فالمفروض يعني انا من خلال الفيديو ده بقول لها يا بنت الله يرضى عليك يعني ارحميني من الهدايا بتاعتك المملة هداياك بصراحة مملة يا ريت بلاش تهديني بالهدية يعني يعني راجل يعني كله صراحة هو راح لكذا واحدة لما عارفوا موضوع القصة بتاعته دي رفضوا طب ماشي هو على عيني وراسي واي واحد مكانه عنده دمه وحر وراجل ملتزم يعمل كده ما فيش مشاكل لكن انا مالي وغير كده وكده جماعة انا ما بفكرش في الجواز خالص الجواز دي جماعة الواحدة بتفكر فيه او بتبحث عنه ده مش عيب الجواز في اي سن شغال تمام الجواز في اي سن شغال لما واحدة تحس انها فعلا محتاجة انها تتجاوز ما فيهوش عيب لكن انا مش شايفة نفسي في الحتة دي مش شايفة نفسي ان انا ممكن اتجاوز بقى فيه راجل انا شايفة نفسي ان انا بشتغل بصرف على نفسي بأكل نفسي بعايش نفسي يعني اكيد كل حد فينا ما بي يعني عشان بس برضو نبقى صراحة مع بعض مش كل حاجة نفسنا فيها او كل حاجة عايزينها بنحققها او بنعمل كل اللي احنا عايزينه الكلام ده طبعا مش حقيقي طب ليه مش حقيقي يا ناصرة ما انت يعني ما وركيش حاجة وانت يعني زمان مثلا زمان لما كنت كانت وفاق في الجامعة وفي سنوية عامة كنت بقول امتى وفاقت اتجاوز عشان انا ارتاح وكنت متخيلة كده فكري ان انا ان انا ايه ان انا يا سلام هشتغل يوم وعود يوم وادلع يوم واروح الكوافير وادلع وادشخلق كنت كنت متخيلة ان الحياة لقيتها خالص خالص تفكيري او وجهة نظري ما كانتش صح لان شغلي ده يعني اي حد بيشتغل لازم يكون فيه التزام يعني انا مش موظفة اهو ومش قاعدة على مكتب ومش دكتورة ومش محامية لكن شغلي عايز اقول لكم يعني لو يوم اتأخرت لا فيه زعل وفيه مشكلة وما ينفعشوا بتاعلى ان شغلي مرتبط عليه حاجات كتير مرتبط عليه ان الناس عندها عيالها تروح مدارس ان الناس عايزة اكل ان الناس عايزة ترتيب بيت ان الناس عايزة 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 فشغلي من النوع الصعب يعني مش صعب في التنظيف وتعب وهدى لا هو كمان صعب في ان انت تاخدي اجازة بتكلم بجد والله ده زي ما بكلمكم كده بامانة ربنا وحيات ربنا لان انت لما بتعملي اعمال منزلية عنده واحدة الواحدة دي بتبقى عندها زروف جايباكي عشان عندها عيال هتسألك عيالي فين جم المدرسة يكلوا وشربوا راحوا جم مش عارف ايه اعملي كذا ما تعملش كذا في ديوف جايلي الحتة الفلانية اعملي خلي بالك في جنين جاي قولولو كذا في حد جاي استلم منه كذا فعايزة اقولكم ان انا شغلي من الحاجات الصعبة جدا يعني هو بس مش شق هو صعب يعني انا مسئولياتي او ظروف شغلي متقلش عن اي موظفة مهمة او اي حد مهم في اي عمل فده كان تفكيري كان زمان ووفاء صغيرة ان انا بمجرد مجاوز ووفاء الحياة هتبقى خلاص انا ده انا بقى هبقى حياتي كلها السورية هصهر بقى واتدلع واتشخلع واتمخلع واروح عن دجارتي ونخرج ونيجي ونعمل لا الحياة خالص مش كده فعشان كده دايما يعني انا بقول ان مش كل حاجة ان احنا ممكن ماكونش متجاوزة وعمل كل حاجة براحتي الكلام ده لا 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 الكلام ده اللي بيقول كده ده اي كلام يعني اي عسل واتحينة و ايه رأيكم بقى في الروتين اتجامد فعلا روتين يعني روتين مش قادر اقول لكم يعني ده غير كده وكمان بعد انا ما فصلت الفيديو نزلت جبت فوطة ونزلت بقى بالمية النظيفة وفضلت بقى امسح المطبخ كده بالفوطة زي زمان كده واستفردت بالمطبخ والنهارده كان يوم عمل شاك 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 ما تشاك شاك المهم فيه حاجة بقى تانية عايزة اقول لكم فيها في اخر الفيديو يا جماعة واحدة بعتالي رسالة على الواتس ايب وبتقول لي بمعناها ان جوزة معرفش عمل عملية ودعامة وبتاعه مش عارف ايه ويه ويه وزروفها وعايزة بتسد كارده كل شهر بألفين وتمنمية والكلام ده كله واللي لفت نظري في القصة دي مش كل الشكاوى اللي هي بتقولها اللفت نظري بتقول لي ايه خدوا بالكم مهمة قوي الكلمة ده وقصلها لكم ان هي بتقول لي انا بقولك انت بالذات لاني عارفة ان انت تعيبت كتير في حياتك وهتحس بيا تعيبت كتير في حياتك على اساس ان هي بتكلم واحدة حطة رجلة على رجل و عندها راسيت في البنوكة وعندها شغالين تحت رجليها وتحت اديها فهي يعني بتقول لي كده عشان هي شافت ان انا تعيبت كتير في حياتي فانا بتأكد احس بيها ده على اساس ان حضرتك يعني بتقولي الكلام ده شايفاني انا مازلت لغاية دلوقتي شقيانة وطعبانة وبنحمد ربنا سبحانه وتعالى على الشغل والشقة احنا احسن من ناس كتير اوي 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 ياريت دايما نبص للي قال لي مننا ما نبصش للي اعلى مننا عشان لو بصينا للي اعلى مننا احنا اللي هنتعب واشكركم جدا 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 واشوفكم على خير في فيديو جديد اشتركوا في القناة